موسيقى مشاهدين أهلا بكم أعمال الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية بالجزائر اختتبت وتوجت بإعلان الجزائر إعلان حث على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية الإعلان رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في شؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية القمة العربية أشادت بدور جلالة الملك المركزي في نصرة القدس كما أكدت على أهمية اتفاق الصخيرات كأساس لمصارة التسوية في ليبيا ودعت للاستفادة من التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب للحديث عن مخرجات القمة العربية يحضر معنا في ضيف الصباح الدكتور محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسستية دكتور مرحبا بك أهلا وسهلا سيد بك إذن دكتور بودن هل هذه القمة العربية الحديث والثلاثين كانت مجدية بالنظري لما خرجت به من قرارات أعتقد بأنها طبعا يمكن القول بأنها قمة يعني فيها إحساس نوعا ما بالمخاطر المحيطة بالعالم العربي على المستوى السياسي الأمني الاقتصادي والبيئي كذلك الارتدادات التي طبعا تعكيسها بعض الأزمات الدولية على المستوى الغدائي والطاقي والمائي كذلك وهذا طبعا يعني 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 يعكيس على العالم العربي بشكل واضح من جهة أخرى أعتقد بأن في بعض الجوانب في بعض الجوانب يمكن القول بأنها كرست بعض الخيارات الاستراتيجية التي عبر عنها العالم العربي في قمم سابقة ومن جهة ثانية أعتقد بأنها ضيعت بعض الفرص فيما يتعلق بالقيام بخطوات يعني تصل إلى مستوى تحقيق لم الشمل فهذا المستوى أعتقد بأنه لم يتم الوصول إلى المستوى لم الشمل أعتقد بأن هذا كان طموح كبير جدا وواقع القمة لم يتفاعل معه أو لم تكن ظروف مواتية لتحقيق هذا الطموح الذي يظهر بأنه طموح يرافق المجموعة العربية منذ سنوات وفي تقديري كذلك يعني على مستوى آخر أعتقد بأنه يعني في ظل يمكن أن نتوصفها بالخشون التنظيمية للبلد الموضيف أعتبر بأن لو كانت هذه القمة في بلد آخر كانت تحقق نتائج أكبر لأنه من حيث من حيث مستوى التمثيل والمشاركة يمكن القول بالمقارنة مع القمة الثلاثة الأخيرة فقمة الجزائر كانت الأقل من حيث نسبة مشاركة على مستوى القادة يعني في قمة ضهران في قمة البحر الميت في قمة تونس كانت تمثيل أفضل وبالتالي فأعتقد بأنه في ظل غياب القادة يصعب الخروج بقرارات استراتيجية وتحقيق قرارات مصيرية لأنه القمم ينبغي أن تخرج بقرارات مصيرية فعلا على مستوى القضية الفلسطينية وهي أم القضايا العربية كانت هناك بعض يعني الارتكاز على بعض الأطور المرجعية لكن أتصور بأنه لو كانت ظروف القمة يعني مرتبة بالشكل البعيد عن الأجندة الداخلية للبلد المضيف والحسابات التي توحت بالقمة والضرفية الدولية كذلك أعتقد بأنها كانت يمكن أن تحقق نفسا جديدا يسمح بميلاد مكان مرموقة للجميع العربية في علاقتها مع المجتمع الدولي طيب دكتور هل هذه القمة خرجت بقرار دعنا نقول نوعي في ملف من الملفات العربية التي كانت مطروحة لنقول أنها على الأقل استوفات الشروط المقبولة لنجاحها أتصور بأنه يعني فيما يتعلق بالقرارات التي يمكن القول بأنها مستجدة أعتقد بأنها ليست كثيرة وفي بعض الأحيان هل حصلت تقدم مثلا في الملف الليبي؟ هل حصلت تقدم في الملف السوري؟ الملفات العراقي كذلك؟ لم يكن الطابع الحاسم والطابع المصيري يعني هو العنوان الكبير لقرارات قمة الجزائر فقمة الجزائر يمكن القول بأنها أعادت إنتاج ما أنتجه العرب في السابق فأعادت إنتاج بسياق جديد مثلا في ليبيا تدعو إلى إجراء انتخابات في أسرع وقت وهذا ينساجم مع المطالب الدولية وأيضا مع دعوات المبعوث الليبي عبدالله باتيليت والقمة كذلك ترحب بالتنشيط العملية الدستورية في العراق دعم الصمود في الصومال من أجل مواجهة تحديات البيئية والغدائية النزاع بين إيريتريا وجيبوتي كذلك على مستوى العمل العربي لم تصل إلى اتخاذ قرارات واضحة بخصوص بعث العمل العربي من جديد وأليات العمل العربي من جديد خاصة فيما يتعلق بالعوائق الهيكلية والعقبات التي تقف في وجه العمل العربي في وجه التكامل العربي إذن أتصور على أنه بالنسبة للمغرب أعتقد بأنه في تقديري القمة لبت تطلعات الملاكة المغربية على مستوى الإشادة بالجهود المغربية وكذلك على مستوى تقدير الدور المغربي في العديد من الملفات العديد من القضايا بالنسبة لدول أخرى أعتقد بأنه سيكون هناك تباين في الموقف لكن أتصور بأن القمة العربية يعني القمة العربية لو تخلت عن بعض الحسابات ورفعت أهداف واضحة أعتقد بأنها كان بالإمكان أن تحقق أفضل مما تحقق لكن ما تحقق لا يمكن اعتباره على أنه يعني يرضي طموح أجندة العمل لا يرضي طموح وأجندة العمل ولكن لا يمكن أن نقول بأن هناك نتيجة صفرية نعم بالفعل طيب القادة العرب أشهدوا بدور جلالة الملك المركزي في نصرة القدس بصفته أيضا رئيسا للأجنة القدس كيف يمكن للمملكة الدكتور أن تلعب دورا أو أن تطلع بأدوار جديدة في مستقبل القضية الفلسطينية فعلا سيدي الكريم أعتقد بأن المملكة المغربية والديبلوماسية المغربية تشتغل بهدوء ورزانة واتصال مع مختلف الفاعلين في القضية الفلسطينية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي من أجل طبعا دفع مسيرة السلام في الشرق الأوسط فالمملكة المغربية طبعا دور المغربي يعني عملي ودور ملموس فجلال الملك محمد السادي سيهتم بالقضية الفلسطينية ويجعلها طبعا ضمن محاور الأساسية في السياسة الخارجية المغربية سواء على مستوى دور لجنة القدس الذي يبقى دورا محوريا في شرح المواقف للمجتمع الدولي في دعم صمود المقدسيين على مستوى التعليم على مستوى الصحة على مستوى الإسكان على مستوى المنح الموجهة لطلبة على مستوى الاهتمام بساكنة في رمضان إقامة مستشفيات ميدانية وخيامات صيفية الأطفال المقدسيين هناك دعم هناك دعم كبير وهذا يشهد به الأشقاء في فلسطين دعنا نقول ملموس وإيجابي بالنسبة لأبناء الشعب الفلسطين وليس مرثبت أيضا بالركوب على المواقع السياسية بعيد جدا بعض الغوغائية بعض أحيان بعيد جدا عن الاستخدامات الكلاسيكية للقضية الفلسطينية القضية الفلسطينية ينبغي مقاربتها بتعقل بعقلانية بعيدا عن العاطفة المبالغ فيها بعيدا عن بمستوى درجة الغضب كما قال السيد ناصر بوريطا نعم فأعتقد بالمقاربة التي ينبغي أن يتم فيها التعامل مع القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية موجودة منذ وجود جميع الدول العربية وهي قضية مزمنة وبالتالي فأعتقد بأن يعني البحث عن أفضل الحلول في هذه القضية يعتمد بالطبيعة الحال على الحلول التراغماتية دعم جهود وصمود ودعم رفاه وكرامة الشعب الفلسطيني من جهة وأيضا لا بد من فتح أفاق مع الطرف الآخر الذي لا يمكن أن ترميه في البحر الطرف الآخر موجود إذن فأعتقد بأنه لا ينبغي الاستناد إلى منطق الكراهية إلى منطق التطرف في التعامل مع الطرف الآخر بالإضافة إلى أن هناك فاعلين دوليين كذلك كالولايات المتحدة الأمريكية كبريطانيا كالقوال في أوروبا إذن هذه أطراف ينبغي أن تتواصل معها كذلك وأن تكون لديك علاقات جيدة معها أعتقد بأن الدبلوماسية المغربية تحركها في هذا الإطار أسوص واضحة أولا تعليمات جلالة الملك محمد سلس حفظه الله واضحة ودقيقة ثم أيضا المبادرة العربية ثم كذلك القرارات الأممية وبالتالي في المغرب يذهب مع الشرعية الدولية يذهب بما يخدم طبعا أكيد مع الشرعية الدولية وفقا طبعا جهود لدعم طبعا جهود الرباعية الدولية لدعم جهود دول عربية أخرى لأن كل مجهود تم عمله في هذا الموضوع وكان مجهود بعيد عن الحسابات وقريب من المرامي والأهداف فأعتقد بأنه ينبغي دهمه من أجل تحقيق نتائج هامة بناء على طبعا دولة حل دولتين حل دولتين وبناء على حدود السبعة وستين وبناء على أن القدس هي عاصمة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ثم كذلك أن طبعا تنفيذ كل القرارات من بينها القرار الفلسطيني الصادر في الأربعينيات المتعلقة بعودة الفلسطينيين كذلك كذلك القبع العربية كذلك دكتور وهو إعلان الجزائر شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الدول العربية وسلامة أراضيها نعم وسيادتها صحيح هذه رسالة واضحة تدخل الأجنبي في شؤون العربية نعم صحيح رسالة واضحة ودالها وقد يكون مكسبا أيضا للمغرب بما أنه دعا إلى تجنب يعني دخول أطراف خارجية في شؤون الداخلية للدول العربية المغرب هذه ورقة أخرى كذلك يدعوها أو يضيفها بطبيعة الحال لملف دفاع عن وحدته الترابية فأتصور بأن المجموعة العربية تؤكد مرة أخرى رسالة واضحة نعم على أن التدخل في شؤون الدول وفي سيادتها أمر مرفوض وغير مشروع وبالتالي فهذا يضرب في الصميم بعض المعاكسات التي تقوم بها بعض الأطراف توجهها الوحدة الترابية للمغرب وهناك أطراف أخرى تعاكس الوحدة الترابية لبلدان أخرى أعتقد بأنه بالرغم من تسجيل بعض التراجع على مستوى تسمية الأطراف التي تتدخل لم تكن هناك تسمية مباشرة نعم هذا يمكن القول بأنه تراجع عن مستوى القمم العربية السابقة لأن القمم العربية السابقة كانت متشددة في وصف الأمور بشكل واضح وتسمية إدانة إدانة مثلا التدخل الإيراني في أشياء العرب صحيح لكن هذه المرة أعتقد بأنه لم ترغب الدول العربية في إحراج الدولة الموضيفة التي رأت انتلاقا من أجندتها الخارجية رأت على أنه ينبغي الخروج بالبينبين وأعتقد بأن هذا ربما لا تتفق معه دول العربية عديدة جدا خاصة هناك لجنة لجنة على مستوى جميع الدول العربية مشكلة من سبع دول تدين التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية وأيضا ما تقوم به إيران لتقويد القرار الداخلي لعدد الدول لو سمع دكتور في أقل من عشرين ثانية القمة العربية وأكيد الأهمية القصوى التي تكتسيها عملية الإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية كيف يمكن تصورها الإصلاح في الواقع أعتقد بأن الإصلاح أولا في الغايات في الأهداف وكذلك على مستوى مثاق جامعة الدول العربية حتى يكون مثاق يعني مواكب للتطورات بل إضافة إلى جعل جامعة الدول العربية فاعل أساسي في المجتمع الدولي وأعتقد بأن هذا يعتمد بالأساس على مقاربة شمولية لا توضيع الفرص ولا يعني تكرس بطبيعة الحال الصورة النمطية عن جامعة الدول العربية فجامعة الدول العربية أقدم حتى من الأمم المتحدة وينبغي أن تلتأ أن تلعب دورها والدول الأعضاء ينبغي أن تغتنم هذه الفرص من أجل تشكيل قرار جماعي تغتلات الأخرى العالمية نعم صحيح على غير الاتحاد الأوروبي وغيره نعم دكتور محمد بودون نشكركم على حضر معنا في ضيف الصباح وذكر أنكم رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسسات شكرا لكم شكرا لكم أما أنتم مشاهدين فنشكركم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة